اشتركوا في القناة كريستيان اريكسن لعب منتخب الدنمارك في كأس امام اوروبا 2021 عندما سقط على الارض اثر ازمة قلبية في الشوط الاول من مباراة فنلندا وتم انعاش قلبه في ملعب مباراة ثم عادا للملاعب بعد 19 اشهر تقريبا بعد تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب شتان الفارق بين التعامل الطبي في ارض الملعب بين واقعتين رفعة اريكسن وهو ما ترك العديد من التساؤلات حول مدى توفر عوامل الامن والسلامة في الملعب المصرية بالنسبة للعبين واهمية تواجد بعض الاجهزة الطبية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ وعلى رأسها جهاز صدمات القلب وهل الاجهزة الطبية في الاندية موهلة للتعامل مع ذلك وهل المسئولية تخع على اتحاد الكرة ام رابطة الاندية ام الاجهزة الطبية للاندية وهل سيارات الاسعاف مجهزة طبيا لتعامل مع هذه الحالات ام انها لنقل الحالات الطارئة فقط ترجمة نانسي قنقر